السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة أول شيء تغبر الله طاعتكم حلقتنا اليوم تتكلم عن معاركة من معارك الإسلام في فتح العراق في هذا الشهر شهر شعبان أزبادة بعد الفاصل أرحب بكم من جديد وتغبر الله طاعتكم بعد أن استطاع سيف الله ورسوله خالد بن وليدي رضي الله عنه فتح ثلثية العراق في أربعين يوم فقط اتجه مباشرة نحو الشمال لإنقاذ المسلمين المحاصرين في دومة الجندل ونجح المسلمون في فك الحصار بدومة الجندل وأوقعوا هزيمة كبيرة على القبائل العربية النصرانية المتحالفة مع الفرس أقام المسلمون فترة بدومة الجندل يرتبون الوضاع وينظمون الجيوش فاستقل الفرس هذه الفترة وأخذوا في مكاتبة القبائل العربية الموجودة في الجزيرة الفراتية فوجدوا عندهم حماسة وحنقا على المسلمين على قتال المسلمين بسبب حزائمهم المتكررة أمام المسلمين وتواعد الفرس ونصارى العرب من أهل الجزيرة على الاجتماع بمنطقة الحصيد وذلك للهجوم على الأنبار واستعادتها من المسلمين وصلت أخبار هذه المؤامرة المجلسية النصرانية لمن سامع القائد القعقاع بن عمرو أمير الحيرة من قبل خالد بن أوليد فأرسل عدة سرايا لقطع الطريق على الفرس ثم أرسل إلى خالد بن أوليد يخبره بالأمر وكان بعض العرب قد أرسل إلى خالد بن أوليد رضي الله عنه يخبره بخروج القبائل العربية للالتحاق بالفرس عند الحصيد فأرسل خالد لقوادي بالتحرك من كل اتجاه ناحية الحصيد وفي عشر شعبان سنة 12 الهجرة استدم القعقاع بالفرس عند الحصيد وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا وقتل فيه قائد الفرس وآلاف من جنوده وذلك قبل أن تدركهم القبائل العربية النصرانية المتعاونة معهم فتفرق خالد لتأذيبها وقتالها بعد ذلك إلى هنا نتوقف وانتظروني إلى حلقة جديدة إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة